أبرز الأخبار اللي معايا النهاردة يمكن النادي الأهل بيؤدي مرانو اليوم أو في هذه اللحظات استعدادة لمباراة سانداونز في أحدى الملاعب القريبة من فندو الإقامة وبالتأكيد بتداء من النهاردة بدأ الشغل بقى والمعسكر المغلق ونظام الفقاعة الطبية في بريتوريا استعدادة لمواجهة سانداونز والصفر مبكرا جيه في توقيت مناسب جدا استعدادة لهذه المباراة خاصة الأجواء حاليا في جنوب إفريقيا بالمناسبة مختلفة تماما الأجواء في مصر أنه الجو حاليا بارد درجة الحرارة منخفضة جو سأع حتى لو تلاحظوا حتى معظم اللاعبين لابسين الملابس الشتوية الغالبية لابسين ملابس الشتوية استعدادة لمباراة إن شاء الله يوم السبت القادم علي معلول الحمد لله كان يعني موجود مع البعثة لكن طبعا دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي قال أن علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من الغد لكن فكرة النوع يشارك بشكل أساسي أو في المباراة يعني محتاج وقت واستعداد للفترة اللي جاية الأشعة الرانية اللي أجراها علي معلول قبل الصفر أكدت أن فيه التقام في موضع الإصابة بشكل كامل لكن خلال الفترة الجاية يكون فيه مرحلة تانية من تنفيذ برنامج خاص استعدادا لدخول اللعب وجهزيته للمباراة خاصة أن علي معلول بعيد عن المشاركة في المباراة منذ ما يقرب حوالي أربع شهور إلا أسبوع يعني بتتكلم في فترة بالتأكيد محتاج ياخد برنامج بدني عشان يستعيد حالته البدنية كمان طبيب الأهلي دكتور أحمد أبو عابل أتكلم على تطورات إصابة حمد فتحي خاصة كمان أن حمد فتحي موجود مع بعثة النادي الأهلي بريتوريا يمكن من أبرز الأخبار اللي أسعدتنا بصراحة وجود علي معلول وحمد فتحي حمد فتحي ممكن أجرأ أشعة أيضا قبل الصفر ونتائج الأشعة أثبتت وجود التقام شبه كامل في موضع الإصابة لكن نسبة لحاق حمد فتحي مباراة سانداونز متوسطة لكن إن شاء الله بعد مباراة سانداونز بحوالي 6 أيام مباراة نهضة بركان يوم 28 مايو بإذن الله نسبة لحاق حمد فتحي تكون كبيرة حمد كلنا عارفين أن كان إصابته عبارة عن أجرى جراحة في الكوة بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب في مباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم السفير أحمد الفضلي سفير مصري في جنوب إفريقيا رفق البعثة زي ما قلت لكم في بداية الحديث واتمأن على اللاعبين والجهاز الفن وجميع أفراد البعثة وكان متواجد وفي حديث مستمر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل ورئيس البعثة واللي موجود حاليا نحن مع الفريق إن شاء الله في جنوب إفريقيا وأيضا هيكون موجود معهم رئيس بعثة في مباراة السوبر الإفريقي محمد شريف ورامي ربيعة كان لهم تصرحات مهمة جدا وتكلموا عن هدف التأهل من بيريتوريا وإن سانداونز فريق استحق الاحترام والأهل بالتأكيد بيسعى لتخطي سانداونز ومواصلة الطريق نحو النجمة العشرة وزي ما أنتم شايفين معايا على الشاشة بعض اللقطات الخاصة والحصرية لسفر النادي الأهلي على متن طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا بالتأكيد استعدادا لمباراة سانداونز بالتأكيد هذه الرحلة رحلة خاصة وفي ترتيبات مختلفة تماما عن أي رحلة سابقة لأن أنت عندك مباراة حاسمة ومهمة في مشوار إفريقي وتليها على طول مباراة السوبر الإفريقي مع نهضة بركان لها إجراءات طبية وإجراءات واستعادات إدارية مع الاتحاد الإفريقي بالتأكيد فبالتالي النادي الأهلي كان محتاج خلال عشر تيام دي يكون فيه تجهزات بالنسبة لرحلة جنوب إفريقيا وأيضا رحلة مباراة السوبر الإفريقي سواء في الأمر متعلق بجائحة الكورونا أو الأمور الطبية أو حتى الأمور الإدارية واللوجستية قدامنا طبعا أستاذ طري أنديل عضو مجلس الإدارة وبيبقى حريص جدا أنه يكون موجود مع الكابتن محمود الخطيب ومع البعثة بالكامل كابتن سامير عدلي المدير الإداري كابتن وليد سليمان كابتن علي لطفي كابتن محمد هاني طبعا عدد من الزملاء الإعلاميين أيضا كمان أقرأ توفيق إن شاء الله يكون موجود في هذه المباراة بعد غيابه عن المباراة السابقة أليو ديانج زي مننا كريم أحمد بالتأكيد سيكون معنا في تغطية خاصة بإذن الله خلال الفترة القادمة وآخر الأخبار وآخر جديد بالنسبة لمباراة ساندوز طيب